اهلا وسهلا بكم طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي النهاردة حلقة جديدة لمدية العلوم تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم مين من المشاهدين الطلبة يقدر يفتكر معايا درسنا ايه في الحلقة اللي فاتت درسنا الدرس الاول بعنوان الضوء وخدنا فيه وتعلمنا ان المصدر الاساسي للضوء على الارض هو الشمس وقلنا ان مش كل الاشاعة اللي تصدر من الشمس نقدر نشوفها بعنين اشاعة واحدة بس او نوع واحد بس تقدر العين البشرية تميزها وهو الطيف المرئي وقلنا ان الطيف المرئي ده هو طاقة الضوء التي يمكن رؤيتها تمام بعد كده قلنا ان فيه مصادر متعددة للضوء مصادر طبيعية ومصادر صناعية المصادر الطبيعية كانت بتتلخص في الشمس والنجوم اما المصادر الصناعية كانت ما قبل القهرباء وما بعد القهرباء ما قبل القهرباء كانت الشمس والشمع اسفة والنار والمصباح الكيروسيني بعد اختراع القهرباء اصبحنا بنستخدم مصادر صناعية في المنازل وفي المكاتب وفي كل مكان اللي هي المصابيح الكهربية والكشاف الكهربية بعد كده بدأنا رحلة فهم وتدريس خواص الضوء وقلنا خواص الضوء مهمة علشان نفسر بعض الظواهر الطبيعية وكمان عشان نطبقها بعد تطبيقات الحديثة التكنولوجية اللي بتساعدنا في حياتنا اليومية خدنا كم خاصية للضوء؟ خمسة اول حاجة كانت الضوء يسير فيه خطوط مستقيمة دي كانت رقم واحد رقم اتنين الضوء ينفذ خلال البواد المختلفة النهاردة ان شاء الله هنستكمل اخر ثلاث خواص للضوء وهي ان الضوء يستطيع ان ينعكس الضوء يستطيع ان ينكسل الضوء يستطيع ان يتحلل او ينقسم تمام اول واحدة النهاردة معانا انعكاس الضوء حد قبل كده سأل نفسه كيف تتم رؤية الاشياء من حولنا؟ يعني ازاي انا شايف المكتب وشايف السمارت بورد ازاي شايف الحاجات دي؟ كيف تتم رؤية الاشياء؟ هل بالعين فقط؟ ام بالضوء فقط؟ طيب خلينا كده ماشيين مع بعض بالراحة افرد انك في غرفة مظلمة يعني مثلا الكهرباء قطعت او اي حاجة حصلت وحصل ان فيه ظلام دامس هل تستطيع رؤية الاشياء؟ الاجابة بالطبع لا طيب ازاي؟ ما هو انت لسه حد الوقتي تمتلك عين ازاي مش شايف مع انك لسه عندك العين عشان ما فيش ايه؟ عشان ما فيش ضوء يبقى انا عندي رؤية الاشياء بيشترك فيها الضوء والعين البشرية طيب الضوء وظفته ايه؟ انه هو ينعكس لذلك تتم رؤية الاشياء من خلال انعكاس الضوء ازاي؟ انا دلوقتي الضوء سقط على المكتب المكتب عكس الضوء ده على عيني فتمت الرؤية يبقى رؤية الاشياء بتتم عن طريق انعكاس الضوء انعكاس الضوء ازاي؟ الضوء بيسقط على الاشياء ثم الاشياء نفسها بتعكس هذا الضوء على العين فتتم الرؤية هو ده ايه؟ رؤية الاشياء فعندما يسقط الضوء على الاشياء الموجودة حولنا فانها تعكس الضوء استاقط على العين فتتم الرؤية ونرى الاشياء الموجودة حولنا طيب مثال كمان عشان نفهم يعني ايه انعكاس الضوء دلوقتي ماذا يحدث اذا نظرت الى المرآة؟ طبعا السؤال سهل جدا وكلكم هتجاوبوا عليه وتقولوا ايه؟ اكيد هشوف يا ميس وجهي صح كده؟ تمام هو بالضبط اللي حصل ان احنا اول ما نبص في المراية بنرى وجوهنا لماذا؟ لازم نسأل نفسنا السؤال ده انا ليه شايف وشي في المراية؟ نفس الاجابة لان الضوء الصادر او المنعكس من وشي وسقط على المرآة فالمرآة عكسته على عيني فانا شوف تفاصيل وجهي كلها بوضوح بسبب انعكاس الضوء من هنا نقدر نستنتج تعريف انعكاس الضوء انعكاس الضوء يا ولاد هو ارتداد الضوء طب يعني ايه كلمة ارتداد بالعربي؟ لغ العربية رجوع ارتداد بمعنى رجوع ارتداد يعني رجوع الضوء او الاشاعة الضوءية عند سقوطه على سطح عكس فحده يسألني يقول لي طيب تمام المراية اكيد سطح عكس فانا بشوف سورتي فيها هل كل الاشياء اللي حوالينا دي اسطح عكسة؟ هقول له اه كل الاشياء اسطح عكسة ولكن بدرجات فمثلا لو كان السطح العكس ده لامع وناعم زي المرآة كده فهو بيظهر الصورة عليه بوضوح وبيتم انعكاس الضوء بشكل منتظم وبنوصل لاول نوع من انواع انعكاس الضوء وهو الانعكاس المنتظم طيب لو كان السطح العكس ده خشب او اي سطح خشن ومش لامع ولا حاجة ايه اللي هيحصل؟ الاشاعة هتنعكس بس في اتجاهات مختلفة ومش هيتم رؤية الاشياء عليها قوي بس على اقل هيتم رؤية العين للاشياء وهيبقى اسمه انعكاس غير منتظم دلوقتي انا وصلت انواع انعكاس الضوء اتنين الانعكاس المنتظم والانعكاس الغير منتظم الانعكاس المنتظم اللي هو ايه سقوط الضوء على المرآة تمام؟ ليه مرآة؟ لانها سطح عكس لامع وناعم فبيحصل ايه؟ بينعكس الضوء في اتجاه واحد فبتظهر عليه صورة الاشياء كلها بوضوح تمام؟ فبتظهر عليه الاشياء كلها ايه؟ بوضوح ده الانعكاس المنتظم طيب بالنسبة للانعكاس الغير منتظم لا استطح العكس بيبقى خشن وغير ناعم وغير لامع فبتنعكس الاشياء الضوءية في اتجاهات متعددة تتشتت تمام؟ فبيبقى اسمه انعكاس غير منتظم اهو انعكاس منتظم وانعكاس غير منتظم والانعكاس المنتظم عندما يسقط ضوء على الاسطوح الناعمة زي المرآة طبعا هنا في سؤال مهم جدا بيجي لنا علل صورتنا في المرآة المستوية ليه بتظهر صورة وجهنا او صورة اجسامنا في المرآة طبعا ده نتيجة انعكاس الضوء بشكل منتظم في اتجاه واحد اخر معلومة عندنا في انعكاس الضوء هي المسافة المسافة ما بين الجسم والمرآة والمسافة ما بين الصورة والمرآة انا ليه بشوف حجمي في المرآة متساوي لحجمي في الحقيقة لان المسافة ما بين جسمي والمرآة بتساوي المسافة ما بين صورة الجسم والمرأة تمام؟ يبقى أنا كده غطيت كل التفاصيل المتعلقة بإنعكاس الضوء آخر حاجة أهم سؤال في النقطة دي علل أول سؤال عندنا فعلل كيفية رؤية الأشياء علل رؤية الأشياء ليه بنشوف الأشياء؟ كيف نرى الأشياء؟ بسبب إنعكاس الضوء على العين فتتم الرؤية تمام؟ طيب دي أول علل عندنا تاني علل عندنا صعوبة الرؤية في الغرف المظلمة ليه ما بنشوفش كويس في الغرف المظلمة؟ لعدم موجود إنعكاس للضوء تمام؟ آه إحنا بساعتها بنملك أعيننا لكن ما ببقاش فيه ضوء ولا إنعكاس للضوء طيب تمام نيجي بقى الآخر سؤال علل عندنا علل كيفية رؤية وجوهنا في المرأة ليه بنشوف وجوهنا في المرأة؟ أو بنشوف نفسنا في المرأة بسبب الإنعكاس المنتظم للضوء طيب إحنا جدي خلاص غطينا كل التفاصيل المتعلقة بإنعكاس الضوء تعالوا مع بعض تاني نفكر ونفتكر مع بعض إيه هي خواص الضوء أول حاجة كنا بنقول عليها الضوء يسير فيه خطوط مستقيمة تاني حاجة كان الضوء ينفذ من خلال المواد المختلفة مواد الشفافة والنصف الشفافة والمعتمة تالت حاجة عندنا كانت إنعكاس الضوء ورابع حاجة ودي اللي إحنا هندرسها دلوقتي هي إنكسار الضوء إنكسار الضوء ظاهرة بندرسها وبنلاحظها في أوقات كتير يعني مثلا إحنا النهاردة هو في بداية الدراسة وراجعين بالأجازة وناس كتير مننا راحت على البيتش وناس كتير راحت تصيف وكانوا بيجروا على الرمل وبيدخلوا باندفاع نحو الماية بتاعت البحر إحنا عندنا أوصات شفافة كتير زي الماء والهواء والزجاج ماذا يحدث إذا انتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر إيه اللي بيحصل إنه سرعته بتقل أو بتزيد فبالتالي بينحرف عن مصاره أو بيغير اتجاهه تمام؟ فإحنا عندنا أول ظاهرة بنشوفها بنشوفها لو حطينا ألم جوه كوباية مية إيه اللي بيحصل يبدو منكسرا وده السؤال دايما اللي بنسأله بابا وماما ليه الألم شكله مكسور في كوباية المية فبنقول إن الجزء المغمور في من الألم في كوب الماء ده بيبقى الضوء بيمشي فيه في المية مش في الهواء فسرعة الضوء في الماء أقل بكتير من سرعته في الهواء فأول ما الضوء بيكتاز السطح الفاصل ما بين الماء والهواء سرعته بتقل ويبينحرف عن مصاره أو بيغير اتجاهه فبيباني الجزء المغمور في المية كأنه أقرب شوية كأن ده الألم مكسور تمام طيب تعالوا نعرف يعني إيه انكسار الضوء من اللي احنا شرحنا انكسار الضوء هو تغير في اتجاه الأشعة الضوءية إمتى لما الضوء يفكر يكتاز منطقة أو خط فاصل ما بين مادتين شفافتين يعني مثلا ماء وهواء زجاج وماء فسرعته بتتغير فاتجاهه بيتغير تمام؟ يبقى أنا عندي انكسار الضوء هو التغير في اتجاه في اتجاه أشاعة الضوء عندما تكتاز السطح الفاصل بين وسطين شفافين طيب عشان كده حتى في حود السمك بنلاقي السمكة قريبة مع انها تحت شوي طيب يحدث انتقال انكسار عفوا انكسار الضوء عندما ينتقل بين وسطين شفافين ليه؟ قلنا لأن سرعة الضوء في الهواء أكبر سرعة الضوء بينتقل في الهواء سريع جدا بس أول ما بينتقل من الهواء إلى الماء سرعته بتقل يعني سرعة الضوء في الهواء أكبر من سرعة الضوء في الماء وسرعة الضوء في الماء أكبر من سرعة الضوء في الزجاج يبقى على حسب الوسط بيتحدد سرعة الضوء تمام؟ طيب هنا علل المشهورة جدا ومهمة جدا في الدرس يبدو القلم منكسرا في كوب من الماء ليه؟ بسبب انكسار الضوء بسبب انكسار الضوء ليه الضوء بينكسر؟ لأن سرعته بتختلف بتختلف في الأوساط الشفافة المختلفة من ماء أو هواء أو زجاج طيب احنا دلوقتي خذنا انعكاس الضوء وانكسار الضوء وكده يبقى احنا غطينا أربع خواص من خواص أو خصائص الضوء تعالوا بينا بقى نشرح وندرس آخر خاصية من خواص الضوء وهي تحليل الضوء تعالوا بينا يلا تحليل الضوء وهو آخر خاصية من خواص الضوء الأبيض أو الضوء المنبعث من الشمس هسألكوا سؤال فكروا فيه شوية عشان إجابته تابته سهلة بس هو إجابته محتاجة تفتير الضوء الصادر من الشمس اللي هو ضوء الشمس بيتكون من كام لون طبعا كل الولاد والبنات هيجاوبوا علي طبعا لون واحد اللون الأبيض الإجابة للأسف خاطئة الضوء الشمس أو الضوء المنبعث من الشمس لا يتكون من ضوء واحد ولا هو أصلا لونه أبيض دي مفاجأة طيب إزاي أثبت كده حد قبل كده لاحظ أو بس في السماء أثناء وبعد هطول الأمطار إيه اللي بيحصل طبعا بنلاحظ أحلى ظاهرة بتحصل بعد سقوط المطر وهو قوس قزح طيب حد سأل نفسه ليه بيتكون قوس قزح قوس قزح يا أولاد هو الضوء الأبيض بعد ما انقسم إزاي بقى قطرات الماء اللي موجودة في السماء دي بيعدي من خلالها ضوء الشمس أول ما بيعدي من خلالها كده بيبتدي ينقسم أو يتحلل لسبع ألوان بنسميهم ألوان الطيف السبعة اللي هم أحمر برتقالي أصفر أغدر أزرق نيلي بنفسي يبقى إحنا عندنا ضوء الشمس في وجود شيء بيحللوا زي قطرات الماء وجهاز معين دلوقتي هنقوله بنقدر نكتشف إن الضوء الأبيض ده ميكس خليط من سبع ألوان اللي هم ألوان الطيف السبعة اللي بيكونوا قوس قزح في السماء فإحنا دلوقتي لو عندنا تجربة علمية في المعمل وعندنا جهاز بدأت قطرات الماء ده الجهاز ده عبارة عن جهاز دجاجي اسمه المنشور الزجاجي المنشور الزجاجي ده جهاز بنعدي من خلاله الضوء الأبيض اللي هو ضوء الشمس الأبيض بنلاقيه بيحلل الضوء إلى سبع ألوان من خلاله وكمان لو حطينا حائل أو صبورة أو حيطة بيضاء عن ناحية تانية هيتكون عليها السبع ألوان بنلاحظ إن السبع ألوان بالترتيب أحمر أصفر أقدر أصفر أحمر برتقالي أصفر أغدر أزرق وفي الآخر نيلي وبنفسجي الأحمر بيكون عند قمة أو رأس المنشور الزجاجي أما البنفسجي بيبقى عند قاعدة المنشور الزجاجي بالترتيب لأن كل لون من دول لطاقة محددة طب يميس هو أنا لو رجعت عملت ميكس للسبع ألوان تاني هل هيرجوا أبيض تاني أيوة فعلا لأن في الأول في الآخر هو بيظهر لعيني في العادي على أنه ضوء أبيض يبقى أنا عندي تحليل الضوء تعريفه أن الضوء الأبيض أو ضوء الشمس بيتكون من سبع ألوان السبع ألوان دول بيسموا بألوان الطيف وهم الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي تمام إزاي بنعرف نحصل عليهم عن طريق لأما ظاهرة طبيعية زي ظاهرة قوس قصح أو أن أنا بستخدم جهاز زي المنشور الزجاجي علشان أحل البيض ضوء إلى الألوان السبعة زي ما باين عندنا كده في الصورة المنشور الزجاجي لو سألنا نفسنا يعني إيه منشور الزجاجي ثلاثي هو أداة تستخدم في تحليل الضوء الأبيض إلى سبع ألوان والسبع ألوان دول على فكرة بيجي كتير في سؤال اكتب المصطلح العلمي ما هي السبع ألوان التي يتكون منها الضوء فطبعا بنقول أن هي ألوان الطيف في سؤال ثاني برضو مهم جدا بيجي فعلل لماذا ينقسم الضوء الأبيض وعندنا أقرب الألوان إلى رأس المنشور هو الأحمر وأقربها للقاعدة هو قلب نفسك تعالوا بقى مع بعض يلا نشوف ألوان الطيف دي احنا عرفنا أن هي تتكون من سبع ألوان وعند مرور الضوء الأبيض خلال المنشور بيتحلل إلى ألوان الطيف السبعة وعندما تتجمع هذه الألوان السبعة تاني بيتكون تادي معنا الضوء الأبيض حد بقى يجي يسألني يقول لي طيب أنا الوقت قوس قزح دائما وضوعه يعني ليه بتتكون السبع ألوان في السماء أثناء وبعد سقوط الأمطار قوس قزح هو ظاهرة طبيعية الظاهرة طبيعية بتحصل نسيجة أن قطرات المطر دي منشور زجاجي فبالتالي عند مرور ضوء الشمس من خلالها بينقسم للسبع ألوان فبيظهر في السماء على هيئة قوس بيتكون من سبع ألوان فهو بعد نزول المطر بيتحلل الضوء عندما يمر الضوء الأبيض من خلال قطرات المطر زي بالضبط بالضبط لما بيمر الضوء الأبيض من خلال المنشور الزجاجي يعني قطرة المطر بتعمل على أنها منشور زجاجي معنى كده هي ما احنا قلنا أن الدوق الأبيض هيدخل المنشور هينقسم إلى سبع ألوان الطيف اللي هي ألوان الطيف السبعة لو تم مزج ل السبع ألوان مرة أخرى من خلال منشور زجاجي آخر سيتم إنتاج الضوء الأبيض مرة أخرى تمام لأن الدوق الأبيض بيتكون من سبع ألوان بنتم تحليله إلى سبع ألوان ولو مزجنا الألوان السبعة مرة أخرى سيتم إنتاج الضوء الأبيض يلا بينا نكمل درسان دلوقتي بقى هناخد معانا فيديو مفصل من بنك المعرفة عن تحليل الضوء والضوء الأبيض الأهداف للدراسة الطيف المرئي لتجسيد النتائج بمساعدة قرص نيوتن كلنا رأينا قوس قزح جميل لو أن ضوء الشمس يكون أبيض كيف يتكون قوس قزح من سبع ألوان في عام 1660 السيد إسحاق نيوتن توصل لتجربة دراسة ضوء الشمس دعنا نجري نفس التجربة خذ منشورا زجاجيا مثلث الشكل متساوي الأضلاع وضعه على منضده ضع شاشة بيضاء على أحد أجناب المنشور ضع ضوء الشمس أو ضوء أبيض ليسقط على الجانب الآخر من المنشور لاحظ الصورة المتكونة على الشاشة البيضاء إنه يتكون من سبع ألوان لها أطوال موجات مختلفة هذه الحزمة من الألوان السبعة تعرف بالطيف المرئي وبطريقة أخرى يسمى الضوء المرئي أشعة الشمس تشمل على مختلف الإشعاعات الكهرومغناطيسية والتي تكون الطيف الكهرومغناطيسي بيتكلم على الطيف المرئي اللي موجود في مجموعة أشعة التي تنبعث من الشمس واللي هي بيتكون من سبع ألوان سبع ألوان الطيف بكده يا أولاد نكون درسنا بالتفصيل خواص الضوء الخمسة الضوء يسير في خطوط مستقيمة الضوء ينفذ خلال المواد المختلفة الضوء يستطيع أن ينعكس فنر الأشياء من حولنا والضوء يستطيع أن ينكسر أو ينحرف عن مصاره وآخر حاجة الضوء الأبيض يتكون من سبع ألوان رائعة من ألوان الطيف السبعة بكده نكون خلصنا درسنا الدرس الأول في مدية العلوم للصف الخامس الابتدائي إن شاء الله بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء في الحلقة القادمة